تشتد المعارك والهجمات المتبادلة بين طرفي الصراع في محافظة إدلب ومناطق ما تعرف بخفض التصعيد في شمال غربي سوريا مخلفة عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح وسط أجواء من الترقب الحذر بين السكان خشية اندلاع مواجهة مباشرة وحرب لا تبقي ولا تذر جولة تصعيد عنيفة تشهدها منطقة إدلب وعدد من أرياف حلب وحما واللاذقية منذ السادس من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي بين قوات الحكومة السورية مدعومة بالطيران الروسي وفصائل موالية لإيران من جهة وهيئة تحرير الشام جبهة النصر سابقا وفصائل مسلحة تابعة للاحتلال التركي فيما تزداد التكاهنات إزاء هذا التصعيد غير المسبوق عشرات الهجمات والضربات المتبادلة شهدتها مناطق شمال غربي البلاد ولسيما تلك الواقعة في إدلب وغربي حلب خلال الشهر المنصر بما في ذلك عمليات القصف العنيف والمكثف من جانب قوات الحكومة وحليفتها روسيا وهجمات الطيران المسير التابع لهيئة تحرير الشام ذراع السوري للقاعدة على مناطق سيطرة الحكومة في حلب وحمص وحماه جولة التصعيد التي شاركت فيها الطائرات الحربية الروسية خلفت خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي نحو 130 قتيلا بينهم 72 مدنيا أكثرهم من الأطفال والنساء إضافة لمائة وخمسين جريحا على الأقل وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث عن أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة قذيفة مدفعية وصاروخية أطلقتها قوات الحكومة على مناطق التوتر بشمال غربي البلاد تزامنا مع شن المقاتلات الروسية ما يزيد على مائة وخمسين غارة معظمها على إدلب هجمات وضربات تزامنت مع تقارير تفيد باستخدام ذخيرة محرمة دوليا سرعان ما أكدتها منظمة هيومن رايتس ووتش التي أشارت لاستخدام قوات الحكومة السورية الذخائر العنقودية على نطاق واسع في قصف بلدة ترمانين بريف محافظة إدلب في السادس من تشرين الأول أكتوبر أي مع بداية التصعيد ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وفي وقت يرجح مراقبون ومحللون عسكريون أن مجزرة الكلية الحربية في محافظة حمص وسط سوريا التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من ضباط الحكومة السورية وذويهم شكلت السبب الرئيس لهذا التصعيد يرى آخرون أن الوضع في إدلب ومناطق خفض التصعيد مرتبط بشكل وثيق بصفقات وتفاهمات روسية تركية وهما قد يشير لخلافات محتملة بين الجانبين لاعتبارات بينها عدم التزام أنقرة بتعهداتها بشان إدلب وموقفها من الحرب الروسية في أوكرانيا خلافات طفت على السطح مع استقدام الأتراك والروس تعزيزات عسكرية إلى مناطق نفوذ كل منهما في شمال غربي سوريا وتصاعد الهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية حليفة موسكو والفصائل المسلحة بمن فيها تحرير الشام الإرهابية الموالية لأنقرة فيما يبدو أن الخيارات باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات باستثناء المواجهة المباشرة بين روسيا وتركيا لأسباب استراتيجية وجيوسياسية ولأن هناك وكلاء للجانبين يتولون مسألة الحرب هم للأسف السوريون فيما بينهم